بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بتقديم الشكر لك معالي الأخ العزيز على طيب الضيافة وعلى الحوار المعمق الذي أجريناه في زيارتي هذه التي تؤكد مرة أخرى عمق علاقات الصداقة التي تربط بلدينا والحرص المشترك على أن نزيد التعاون في مختلف المجالات بما يحقق الفائدة المشتركة للمملكة ولرومانيا وبما يسهم أيضا في جهدنا المشترك لإيجاد حلول الأزمات الإقليمية التي تنعكس علينا جميعا علاقاتنا علاقات متينة علاقات قوية تطورت عبر سنين من التفاعل الإيجابي وأيضا عبر العامل الإنساني حيث كما أشار معالي الوزير عشرات الألاف من الأردنيين جاءوا إلى رومانيا طلابا وعادوا إلى الأردن ليسهموا في عملية التنمية في بلدهم وأعتقد أننا نعتز أن هناك جيلا من الأردنيين الرومانيين الذين يشكلون جسرا إضافيا لتطوير العلاقة بين بلدينا اليوم كما قال معالي الوزير كان فرصة لحوار معمق حول سبل تفعيل التعاون بيننا وقعنا كما شاهدتم للحظة البروتوكول معدل لبرنامج التعاون في مجلات التعليم والثقافة والسياحة والإعلام الذي سترتفع بموجبه عدد المنحات التي تمنحها رومانيا لطلب الأردنيين في مجال الطب من عشر بعثات إلى ستة وعشرين بعثة وهذا أمر نثمنه ونقدره والتعاون التعليمي والثقافي كان كما قلت جانبا مهما من التعاون بين بلدينا شكرت معالي الوزير أيضا على التزام رومانيا باستمرار توريد القمح للمملكة رومانيا هي أكبر مورد لنا للقمح وعبر الأزمة التي مرت بها عملية توريد هذه السلعة الأساسية كنا دائما واثقين بأننا سنستمر في الحصول على احتياجاتنا من القمح من رومانيا فهذا أمر أيضا أشكرك عليه معالي الوزير اتفقنا اليوم على عقد جولة قادمة من المشاورات السياسية بين بلدينا في أقرب وقت ممكن وهذه توفر ألية مؤسساتية لبحث سبل التعاون بشكل دوري بما يحدد فرصا أوسع بشكل دائم وأيضا اتفقنا على أن يكون هناك لقاء بين الدوائر القنصلية في بلدينا لتسهيل عملية منح التأشيرات إلى رومانيا وهذا سيسهم طبعا بزيادة التفاعل التجاري بين قطاعي الأعمال في البلدين أشار معالي الوزير إلى النقاط الكثير التي بحثنا اليوم وبالتالي لن أكررها تحدثها باسمينا معا عندما أشار إلى ذلك لكن أؤكد مرة أخرى على أننا حرصون في المملكة على زيادة التعاون مع رومانيا ثنائيا وأيضا في إطار الاتحاد الأوروبي ونحن نشكر الدعم الدائم الذي تقدمه الرومانيا لنا في جهود توسعة التعاون ما بين الأردن وما بين الاتحاد الأوروبي نرحب أيضا بتسمية السفارة الرومانية نقطة اتصال لحلف النيتو في عمان اعتبارا من بداية العام القادم وكما تعلمون تمت شراكة قديمة وشراكة فاعلة تربط الأردن بالاتحاد وهذه ستكون فرصة لبحث كيفية زيادة التعاون بين الأردن وبين الاتحاد تعاوننا مستمر في المجال الدفاعي في مجال مكافحة الإرهاب ورومانيا كانت دائما شريكا أساسيا في عملية العقبة وهي العملية التي أطلقها جلالة الملك ممبرا لتجميع جهودنا ومأسسة عملنا من أجل مواجهة الإرهاب الذي يشكل تحديا مشتركا لنا جميعا في الموضوع الإقليمي رومانيا جزء من المنطقة لها تاريخ طويل في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط ونحن نثمن عاليا دعمها لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين الذي نرى إليه في الأردن السبيل الوحيد لتحقيق السلام الذي يشكله خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن مع أصدقائنا في رومانيا ومع أشقائنا في المنطقة ومع المجتمع الدولي من أجل إيجاد الأفق السياسي الحقيقي الذي يتيح العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام مرة أخرى على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجزيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمة القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية منطقتنا تعاني الكثير من الأزمات وحلها يتطلب تعاونا منا جميعا وفي هذا السياق تحدثنا أيضا عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وضرورة أيضا استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم الذي يحتاجه اللاجئون ونحن نشكر دعم رومانيا في هذا المجال ونؤكد أيضا على تقديرنا العالي لموقف رومانيا الثابت في دعم وكالة الممتحدة لتشغيل ويغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأنرو وضمار قدرتها على القيام بمهماتها وفق تكليفها الأممي مرة أخرى أود أن أشكرك مع العالي الوزير علاقاتنا تسير بشكل جيد ووفق رؤية واضحة